أطلق المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية مستشفى رزق وكلية الطب في الجامعة اللبنانية الأمريكية عبر عيادته المتنقلة الحملة الوطنية لاختبار الPCR مجاناً للأفراد خصوصاً لغير المضمونين أو للذين ليس لديهم تأمين طبي وذلك في مستشفى نبيه بر الحكوم الجامعي في النباطية هذه الحملة هدفها هي حملة وطنية وهدفها أنه نساعد أصحاب الحاجة اللي مش قادرانين يكون عندهم الإدراء لحتى يتغطوا هالتاست نحن رح يكون عنا مبرمي بالمناطق اللبنانية كلها بلشنا اليوم من النباطية مع المستشفى الحكومي المستشفى النبيه بر الحكومي الجامعي بالنباطية لأنه نحن كان عنا اتفاقية معهم ولأنه عم تتحضر هيد المستشفى لتستقبل المرضى بس ما عنده إمكانية لحصول على الاختبارات كوفيد-19 فنحن أطلقنا هيد الحملة المجانية لاختبارات الكوفيد-19 على كافة المناطق اللبنانية ونحن من هون ومن النباطية منشجع كل المؤسسات كل المستشفيات كل المراكز الطبية أنه تقوم بهيد الحملة مجانا أنا أحب أن أضمن بهذا الموضوع بخصوص علاج المرضى نحن ابتداء من يوم الأربعة بيكون منكم نبلش ندخل على القسم المرضى اللي هني بحاجة لدخول وإجراء الفحص بالتعاون مع المركز الطبي بالألأيو بمستشفى رزق ومستشفى رفق الحرير الحكومي ببيروت نقدر ناخد الفحصات ونبعطلون إيوهم الفحصات للمرضى اللي هني بحاجة لإجراء الفحص والمكانة إجراء الفحص تم تزويدنا فيها من قبل الجامعة اللبنانية كلية العلوم هي موجودة بس بدأ بعد المتممات بدأ أسبوعين لتجهز بهذه الفترة الفاصلة نحن الفحصات بناخدهم بنبعطهم على مركز الطبي بالألأيو أو بمستشفى الحريري هيدا الفحص اللي عبينعمل للكورونا نحن عنا بمستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية مستشفى رزق هو يقوم بفحص اسمه PCR يعني ما كنت متوقع شراء صراحة أنا ما كنت أتوقع ما كنت متوقع أن أوصل على النبطية أوصل على كفر رمان وشوف والحبوش يعني هدو القرى اللي مرأنا فيهم هلأ أنه شوف أنه هلتجاوب الهائل المحلات مسكرة ما في حدا نعب يكذر على الطرقات يعني الناس ملتزمين بقرار الحجر المنزلي والناس بقين ببيوتها نحن بداية منذ بداية الأزمة اتحاد بلدات شيف وضع قدامه اثنان أولويات كبار الصحة أولا ثم التكافل الاجتماعي الثانية بالصحة مثل ما شايفين وضعنا كل إمكانياتنا على ضعفها بخدمة هالمركز المستحدث لعلاج مصابي الكورونا وإن شاء الله ما بيكون اكتاب المنطقة إن شاء الله ما بيكون في حدا على صعي التكافل الاجتماعي برجع بجدد شكري لدولة الرئيس نبيه بيري اللي بهمته أفرج عن مستحقات البلديات من الهاتف خليوي اللي حتمكنها من أداء دور ولو جزئي بإعانة الناس المسحوكين الاجتماعية ومدية ستستكمل هذه الحملة الوطنية بجولة للعيادة المتنقلة على بلدات وقرى لبنانية لتوفير التوعية الصحية الجيدة والاستشارات الطبية والرعاية وكذلك الاختبارات الطبية وسيحصل الطاقم الطبي والتمريضي العامل في مستشفى نبيه بيري الحكومي وفي المستشفيات التي سوف تزورها عيادة الأيو الطبية على التدريب اللازم لإجراء اختبار بي سي آر بأكثر الطرق تقدما وأمانا